إذن وكما نتابع منذ ساعات الصباح الأولى استفى المصريون في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 المشهد كما كنا نتابعه منذ دقائق طبعاً من قبل فتح أبواب الاقتراع والمصريون وكانوا في انتظار الفتح حتى تم فتح أبواب الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاً والإقبال حتى اللحظة كما نشاهد من جميع الفئات العمرية من الشباب ومن كبار السن ومن السيدات أيضاً الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم وهم يستحبون أبنائهم الأطفال بكل تأكيد في رسالة توعوية قوية جداً للأطفال في هذا العمر تجرى الانتخابات وكما قيل عنها بأنها الأهم في عمر هذا الوطن في هذه المرحلة تحديداً حدد قانون الانتخابات الرئاسية شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية ومن بين تلك الشروط ضمان كفاءة وأهلية من يتقدم له الترشح وأن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره المزيد مع الزميل مصطفى ميزار أهلاً بكم الترشح للانتخابات الرئاسية حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن مصري تتوافر بشأنه شروط الترشح لضمان كفاءة وأهلية من يتولى هذا المنصب الرفيع فطبقاً للمادة 141 من الدستور يشترط في من يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن لا يكون قد حمل أو أي من والدي أو زوجه جنسية دولة أخرى حددت أيضاً المادة 141 من الدستور شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وأن لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية أما المادة 142 من الدستور فتشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية أو في أي انتخابات أخرى سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء فنصت على حرمان مؤقت للمحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر والمصاب أيضاً بالطراب نفسي أو عقلي كما نص القانون على حرمان لمدة 6 سنوات لمن صدر بحقه وضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من آداء الضريبة أو صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة رئيس جمهورية مصر العربية هو رأس الدولة المنتخب وكل من يرى نفسهم وهلاً لخوض هذا الصباق فعليه أن يكتاز تلك الشروط أولاً خاصة مع تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لرغيب الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال هذا الحق كاملاً متى توافرت فيهم شروط الترشح